قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكن إعادة بناء غزة لتصبح أفضل من موناكو التي تعتبر ملاذ الأثرياء على البحر الأبيض المتوسط جاء ذلك رداً من ترامب على سؤال المذيع هيو هيويت عما إذا كان الجيب الساحلي الذي دمره الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عام يمكن أن يصبح موناكو أخرى إذا أعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة وأجاب ترامب على السؤال السابق قائلاً إن غزة يمكن أن تكون أفضل من موناكو إذ أنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط وأفضل مياه وأفضل كل شيء وقال مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري إن ترامب كان يشير إلى إسرائيل التي زارها إلى جانب الضفة الغربية عندما كان رئيساً في عام 2017 وتعكس تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي تصريحات صهره جاريد كوشنر الذي قال في شهر فبراير الماضي إن ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة يذكر أنه بعد مرور عام على الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني الذي شمل غارات جوية وغزواً برياً تحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض إذ تم تدمير ربع مبانيه أو تضررت وفقاً للأمم المتحدة كما قتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني وشرد ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم مليونين ونصف مليون نسمة وقدرت الأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفة إعادة بناء البنية التحتية الحيوية في غزة في شهر أبريل بمبلغ 18.5 مليار دولار